لكن كتير ناس اللي عندها الحرية في نهج السياسة أنا بختار الحزب اللي بناسبني ولكن يعني مثل ما اسمعتوا مرة على الفيسبوك للأسف إنه مرات عشان أنجح ديني أنا ممكن أستخدم طقية أو أخف الأمر أو حتى أنضم إلى حزب اللي هو ضد مبادئ وضد أخلاقيات وضد تعليمي بس معليش أنا بفوت بهذا الحزب لأنه بفيض مصلحته الكتاب أعلم إعزلوا الخبيث وإعزلوا الخبير الخمير فإذا ما فيش يعني الكتاب بعلمنا امتنعوا عن كل شبه الشر الله لا يخدع اخدع الناس كي بدك اخدع الأحزاب السياسية انضم إلها تقوى بعدين بتعبر عن دينك عن رأيك أنت حر في هذا الموضوع بس ما تقوليش إنه دينك هو دين الحق لا لأ أنت عم بتمارس الكذب وهذا الكذب عم بتمارسه بشكل واضح والكذب هي صفة الشيطان مثل ما بيقول المسيح عن الشيطان كان ذاكا قتالا منذ البدء بيحكي عن الشيطان مكتوب كذاب وأبو الكذاب وهو المكار أيضا فما فيك يعني هذا نهج السياسي بيستغلون ناس باسم الحرية طب ما أنت مثلا كتير من العرب ما كناش نستخدم الحرية في بلادنا تستخدمها حرية ضد مبادئك وضد دينك عشان تعلق وتقوى انتبه الله يرى والرب عارف كل شيء والله لا يخدع والله لا يشمخ عليه أنت بحزار أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن اللطف الله إنما يقتدك للتوبة ربنا عم بطول باله عليك مع أنك بتكذب عليه وبتستخدم كل أساليب الدين كأنه الله مش شايف كأنه الله هو على صورتك أنت بتشكله كيف ما بدك موسيقى